السلام عليكم أخواتي و أخوتي العزاز أتمنى أن أتلقائكم هذا الفيديو و أنتم في أحسن الأحوال و نطلب من العالية القادرة أنكم تكونوا بخير و يرزقكم الله بالفضل و التسير و الرزاق الكثير القيصة اليوم سوف أعطينا المدينة طالجة واحد السيدة اسمتها حافظة و عندها ربعينها كانت مزوجة بواحد السيد الذي كان مسك عليه الله هذا السيد لم يكن لديه أحد من غير مرته حافظة و والده من مرته الأولى الذي مات و واحد بنتهم اسمتها حافظة حافظة كان لديك ساعة قريبا عشرين عام من الذي وصل الأجال لهذا السيد توفى و كتب المرته حافظة ذلك الشيء الذي يقسم له الله هذا السيدة من الذي لم تراجلها أخذت واحد الفيلا في حي راقي و أسكنت فيها هي و بنتها لم يكن لديهم أحد من غير مرة أو مرة يأتي في ربيبها هو الذي كان يأتي يطلع عليهم و يشوفهم حافظة من بعد ما لم تراجلها بدأوا يأتي فيها الخطار لكن لم يكن قبلت بحد بدأتها غير في خدمتها و طورت من مشاريعها المهم السيدة كانت لديها سمعة جيدة بين الناس ولكن هذه السمعة ستطح الأرض من النهار الذي حافظة ستتخدم عندها شيفور اسمته دريس 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 كان عنده تقريبا 23 عام دريس كان صحيح و قلدة و بوغوس السيد كان في الله كان عنده واحد لهيئة جسمانية و كان معقول و كان بغير يدير بلقصته داخل سوق راسه و مقابل غير خدمته لكن و أخاها كاك لم يكن تسرط الشيفور والحراس في الفيلا المجاورة لن يكن من أحد السيدة حافظة حيث لم يكن يعطي لحد الوقت نهارا 15 عشر ألفين وبالتضبط مع نهارا الوقاية المدنية من المدينة الطنجة يجب عليهم واحد الاتصال من الفيلا المدينة حافظة يقول السيد اللي ساكنة في البلاسة الفلانية و شربت الكثير من الدواء و غيبت الوقاية المدنية غير سمعوا أن القادية فيها انتحار في البلاسة بطول الاتصال مع الشرطة لكي لا يكونوا فعليا من اللي وصلت الامبيلونس البوليس وجدوا حافظة و دريس و واقفين حد الباب الفيلا و وجههم صفر بالخلاء دخلوا و رأيوا السيدة وجدوها مغيبة و مرمية واحدة القرعة خاوية السيدة كانت مازال حية في البلاسة و جروا بها السبيطار لكي تتعسق قبل لا تموت عميد الشرطة اللي يمكن في القادية اخذ هذه القرعة للدواء و أعطاها البوليسي اللي معاه لكي يعطيها الطبيب الطبيب اللي ستكلف بالسيدة لطبيعة الحال وصل البوليسي لكي يبقى الوقت كامل حد المرة لا أعرف تقدر تفاق تقدر تقول شيئا من اللي جدت الامبيلونس أبدأ العميد الخدمة بدك يحقق مع حافظة و مع دريس العميد سؤوله فين كتبه قبل ما يوقع حد شيء جاوبته حافظة بأنها هذه يومين وهي غيبة على الدار و حتى دريس لم يكن هنا كان معاها هي قال لهم اللي تصلت بنا المساعدة للدار و قلت لنا حين نواقع الماما حين نواقع جينا كجرير من اللي وصلنا لنشوفها مالا وجيناها واحد شوية وهي تدخل في غيبوبة لكي ساعد دريس أتصل بكم لكي تجيب هذه الأقوال حافظة من اللي سأله معهم العميد يبدأ يضرب دوائرها في الدار و يقلب أخاها لكي تجيب ما هي غير مرة تريد حد الحياة خضرت قراءة لكيناد العاس و شربت منها كمية لكي تقتررها المهم سألت دوائره على الفيلا و يريد أن يمشي واحد شوية يتصل به البوليسي الذي يمشي مع المرة في الامبيلونس قررت تدخل السبيتر و السيدة فقط من غيب أوبا لها و أرجعت سؤاله العميد قال لي هات السيدة وش قال شي حاجة قال لي البوليسي قالت حاجة وهذا ما قالت؟ قالت بأن دريس هو السبب في هذه المصيبة كاملة من اللي وصلت السيدة السبيتر الطبيب عائل لحالة لها و قال بأن المرأة لم تعرضت للعنف لن احتى شي حاجة في البلاسة قالوا لها غسل المعيدة ولكن ما زال ما متأكدين أن المرأة ستعيش فيها وضعها في الرعاية الطبية المركزة و أبقى و كتنة و أشتفق العميد هنا من المعلومات جديدة من البوليسي الذين يكلفوا بالمراقبة الحافظة أعرف بالقضية ما هي شغل محاولة الانتحار شي حاجة ماشية في البلاسة تصلوا بوكيل المالك و علموه بقية عن المعطيات التي تصلوا لها العميد جاء أمر من وكيل المالك لكي يكون متحفظ علاما على حفظة الدريس قالوا دعوهم في الفيلة احتلوا أشياء لذلك ساعة يشوفوا ربما لا تستطيع قصيدة و تبين شيئا أخرى لا تستطيع تصريح لذلك العميد هنا خلق البوليس مع حفظة الدريس ومشى السبيطر للدولة لكن السيدة ماتت لذلك تشريح اليوم قبل الغد وتشريح لكي نعرف أسباب الحقيقية من بعد أخذ ايضا تستطيع رأس لذلك السيدة حسنا لماذا تدريس السبب في هذه المصيبة كاملة ماذا علاقة تدريس بالموت السيدة حسنا لماذا يستطيع ساعدها لكي تنتحر وماذا تعتبر جريمة يؤاقد عليها القانون العامية تقلب الضرم ولم تجد شيئا من غير الكوفر فور السيدة حافظة ماذا يقول بنتها حفظة ماذا لديك الكوت لكي نفتحها قالت لا السيدة لكي يحاول يحاول هذا الكوفر فور من بعد تفكر واحد تفكر في الفيلة وماذا يكون أدرى لكي يدور وسط هذه الفيلة ليس لديه واحد غارديان والفيلة التي لاسقها على الفيلة ماذا حافظة وبدأ يسؤل الحارس قالوا لكي كانت مرأة طيبة الله يعمرها هذا هذا عمرهم لم يرى أنها سيدة سميته يقول لا سيدة سميته تقول سيدة مرأة أو أنه هو هو الرجل أو ماذا يحصل عن عمر الذين كان يجي عندها مرة أرى يطلب من الحارس قالوا ما لديك العلوان هل أعطي رجل البوليس قمت بإستجابه تصريحة السيدة تقول بالله منين ماذا يقولون بالنمات الواليد تقدموا السيدة حافظة بزاف دي الرجال وكيف رفضتهم كامل السيدة كانت محتار مع ببوها في حياته حتى من بعد موته ولكن من النهار بندريس الشيفور التصرفات تبدلوا لا تبقى تبغي تهدر مع أحد ولا تبغي أحد يهدر معه الدرجة تولت مكلفة يجري لها كل شيء يقع الخدمي دي لها مكلفة بهم الدريس هنا العميد يجعل الحاجة اللي يقولها ربيب حافظة هي الحاجة النيت اللي قالها الحارس دي الفيلا إذن شنو العلاقة اللي كتر بالدريس بالمودي الحافظة واحد شوية البوليس اللي مع العميد فات القضية تصلوا به وقالوا له رأى الكوفرفور التحل من اللي حلوا الكوفرفور لقوا واحد حالة مدنية أحدها واحد رسالة مختومة ومكتوب عليها هاد الرسالة لا تفتح إلا بعد وفاتي ما تفتحش تنموت العميد هنا من اللي يقلب الحالة المدنية كيلقى اسمية دي الجوجولي دا التوام يالله تزادوا هادي واحد الشهر مسجلين تحت اسمية دي مدام حافظة وديال دريس العميد ما فهموا له مش الدريس وسؤوله واش هتسمية و الكنية اللي في الحالة المدنية دي قل لي هلا اسمية و الكنية بحال ديالي ولا كرا ماشي انا كله انا مرت حفصة ليس حفظة وهذه الوليدات ترى وليدتنا انا وحفصة لم اعرفت كيف حفظة لماذا ندخلهم في الحالة المدنية بسبيتها انا حفصة دخلت وبدأت تدعم الأقوال دريس بالله بالصح لوليداتهم ووليداتهم هي ودريس العام يدرسوا وغادي تشقع لي ظهر نشان في دريس وخرج في عيني وقال له لماذا انت مجووش بالبنت ولا مجووش باما هاد الولاد وشولادك من حفظة ولولادك من بنتها دريس ضرب الطم لا يصبح عارف ما يقول العاميد الشرطة هنا تأكد بالله هاد الجوش يحاولون يخبيه شيئا ومفتاح اللغز لها القضية لا يكون غير عندهم وما بجوش البوليس أدعوا هاد الجوش كوميسارية دخلوا دريس هو الأول كي يستجوبوا وخلوا حافظة برا مع البوليس العاميد بدأت تحقيق مع دريس وطلب منه كي يعطيه تفسير منطقي هذا الشيء الذي يكتشف لكن دريس وحلو لا يريد انطقي بحتى كلمة في هذه الحالة قرر العاميد لكي يحولوا الشرطة القضائية حافظة من الذين رأيتهم خرج دريس جرانا سولة العاميد لا يوجد عدين به لا يوجد عدين به قلت له قلت له يريد أن يحولوه للشرطة القضائية لأنه لا يريد انطقي لا يريد انطقي لذلك ساعة حافظة أتلاحت على دريس وبدأت تغوت عليه وقلت له خاصة تهضر خاصة تقول ماذا؟ إذا كنت خايف على شرفي وشرف عائلتي فأنا لم تتهمني حاجة اما تقول لهم الحقيقة كاملة اما أنا سأعود لهم كل شيء ماذا؟ دريس بقى غير كي يشوف وهو هنا رأسه وقال العاميد شاف أنا سأعود لكم كل شيء رجعوا البوليس للبيرو ووجدوا رأسهم لكي يسجلوا الأقوال قال لهم دريس في قرية أولاد النمق التي جاءت في الفقه بن صالح والده كان في الله وعندهم أحد الأرض هي التي تسترزقه منها الله دريس ما كان عنده لا أخوة لأخواته كان هو الفرحة والحلم الذي كان عنده هو يخرج من الجامعة لكي يأخذ منصب الذي يليق به ويحقق له الأحلام لكن الوقت دريس وصل إلى 4 يام أبوها مرض وشد الفراج دريس ما دريس ما قد يكمل قرية في هذه الظروف وذلك لماذا يخرج من المدرسة وقابل الأرض من المدرس 18 عام مات الوالد أمه لم يصبر على أفراقه وتبعته من بعد عام دريس أبقى في الدوار لحني لاحل الدار أنه كره الدنيا وقرر القرية القرية بالنسبة تلك الأرض التي تجدها الوالد كانت تجدها وتمه ويبطل درس ويبدأ حياته دريس لم يكن أخذ 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 داع ويجعل تجد ويجعل كيف يجمع بركة عام أو يجع يجع أخذ 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 ما أخذ تكفي أخذ أخذ ما عندهم؟ سلم عليهم وقل اسمعهم هذا رجب حضرة أعود لهم دريس بأن أعمر أدريس بأن أعمر أدريس ويقول لك يتخلص مزيان وما نقصه خير جاوبوا أصحابه وقالوا ليه قالوا أحد فيهم شاهد صاحبي إذا جمع شيئا تحتك دبر على شيئا يحرقك وإخوه البلاد رأي إذا دبرت على رأسك تماما إذا كنت تدخله هنا في عام تماما رأيك تدخله غير في شهر يجب أن يفكر في الحركة ويفكر أن يمشي اليوم قبل أن يمشي الأوروبا بدأك يتقرز على الفلوس لكي يمكن أن يجمع الفلوس لحركة عندما يجمع شيئا باركة في عام 1993 قال للحاجة الله يعاونك وش طريق الطانجة تعرفت مع أحد الحركة الذي طلبه عشر ألف درهم قال له إذا أريد أن يتحرك السبنيان وجاءت الليلة التي سيحركوا فيها قال لك غير ضربت شوية ديال الطريق شدتهم الأمارين تعتقلوا الدراري كامل وكل واحد فيهم تضربوه بشهر ديال الحبس دريس من الخروج من الحبس لا تهج ووالو خاصته يحرك خاصته يحرك وإذا كنت قرر يدبر على رسو طانجة ليس يخدمه منها يعود يجمع الفلوس ومنها يتسنى الفرصة في أن تبالي شيئا أخرى في أن يحرك في هذا الوقت جاءت أحد الخدمة يخدم شفورة عند أحد سيدة لباس عليها اسمتها حافظة المهمة السيدة قمت له صالير ١٢٠ درام ٢٤٠ درام بشهر وستكون الماكنة لديها في الفيلة دريس أخدم شفورة من بعد يشوف بأن هذا الصالير لا تفوره لا يستطيع أن يجمع فلوس حيث لديه الفيلة لا يوجد هذا شيئا أحد الذي يقابل الجردة هو دائجة كان في اللحن عبوة وزيده نهار كامل يبقى صغير في الموبيل مرة 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 وعند هذا طبيعة فقل يجب وعند أن الذي يمكن السيدة قبل في يوليو 1995 يقول أن اتجاب لأن نصدق الطريق كان أجل أن أجل رجالة عندما وصلنا لدينا رجالة يتسنوها هذه رجالة كانوا دائرة معها لكي يتفاهموا على شرية بيناتهم المهم أن أدريس بقى في الطوام موبيل وهي مشات مع هذه الناس جاءوا دوائرة في الأراضي التي في الفيرمة وعندما أدريس أن أدريس بقى هو هذا الصمصار الذي كان دائجة يشاهده في المرشي الخضرة والدسير الذي كان يعمل فيه مع الحجلة يعني في الوقت الذي كان يعمل مع السيد شيفور أشاهد هذا الصمصار هذا الصمار حافظة والناس الأخرين يدخلوا للطاعة وهو بقى وقف مع واحد الرجل يهضروا أحد الباب المهم أنه لم يكن بعد من الطوام موبيل هو طرق ودنه أدريس كيتس النغيل في الوقت الذي يسلم السمصار يسالي يهضرته مع السيد لكي ينزل يسلم عليه ويقول له حقا لكن يسمع السمصار يقول له السيد صاف يا صحبي وأعطيها 100 مليون إذا كنت طلبتك 100 مليون أعطيها 100 مليون الحاجة على الله سأعطيك الضوء في هذا الشيء تكون هاني أنا أوقف لك على الشغل حتى يتقضى من اللي سألوه هضرتهم؟ من بعد تخلوه للطاعة أدريس بقى غير كي يشوف وكيف يفكر في الهضرة لها الجوش شوية كتبه له حافظة خارجة من الدار وطائرة بالفرح عندما ضربت اللافر سلمت على الناس مشاهدة حالهم وشدهما؟ الطريقة يرجعوا للطانجة كي يقول أدريس وأنا صائق أبدأت سيدة حافظة كتعاود لي على اللافر اللي ضربت وبالي سأبعت الغلة تفاح كاملة بمئة مليون أدريس هنا تفهم ماذا؟ وعود السيدة على قاعدك ما بين السمصار والسيد الذي شرم عندها الغلة وقال لي يا أبي راح كنت خدام من قبل مع الحاج علل وأنا كنت أعرفهم جيدا وإذا أردت سأستطيع أن نوصل لك حافظة حسة براس هذه الصيادة في هذه البيعة وشرية وبعت الغلة عبن الستامان قال أدريس عرفتي ماذا؟ أدريس هذه هي الفرصة دياله الفرصة في أن يصبح براسه وما كملت أي يومين حافظة في سخة البيعة وشريعة مع السيدة الأولاني وقد أردت فيها ديركس مع الحاج علال من اللي الحاج علال وشريحها بقلم التامة اللي كان يخلص في اللوغل دوكس مصرية أعطى الدريس عشرة للملايين أدريس السمصارة دياله أحلال عليه حافظة ما أعطى الدريس له بقيت عليه اليوم غدة اليوم غدة حتى الوحد النهار قلت له بغيتك تمشي معي عند النوطير كيقول دريس من اللي مشينا عند النوطير خبرتني باللي راه أخضعت لي واحد البرطمة بالفلوس اللي وعدتني بها وبالله ما نقدر ناخد هذا الدار حتى نكمل الخلاص ديالها بالعشرات المليون الأخرى اللي أعطاني الحاج علال يعني دار تقامت عليه بعشرين مليون عشرة اللي أعطيته هي ديالة السمصارته وعشرة اللي أعطاه الحاج علال دريس دياله قدته فرحة ومن ذلك النهار رأيته السيدة حافظة تبتلات ما بقى عارفها وش معزها ولا خير ولا ما عارف شنو الفرحة بهذا الشيء اللي درت مع السيدة حافظة تخلط له فيها تقع المشاعر النهار سبعة غوشة 1997 حافظة وعشرة اللي حافظة على ما تدريس يجد طموبيل في العشية فتركة نيجرو وعشرت تذهب إليه وعشرت تدوز واحد السيمانة تبدل جدا وعشرت وعشرت في طموبيل كي تتذينها نزل بالله اللي هو اللي يطلع قدت لوجه ومعطاني البيت ومعطاني البيت ومن اللي إطلع عندها أعطيته حوائيس جداد وصبابة جداد المهم دهذاته من جميع ما يكن وقالت له سوف تذهب بالدلالية في هذه الحالة وسوف تلبس هذا الذي أعطيتك أدريس لم يكن من العاكزة لأنه يستطيع أن تسفل الحالة وتأنتك جيدا لذلك سوف تشد طريق كابو نيجرو من الذي يصل إلى الوطل سيدة كرة سويت سويت كبير الذي تكون من جوجة الشامبر ومعهم صالون هي شدة الشامبر وهو شدة ثانية أدريس لم يفهمها له أو ربما دير رأسه لم يفهمها والمهم يحاول أن يستفسر ويقول لها لذلك لا يمكن أن يكون معك في نفس السويت سويت كبير حافظة جاتونيشان وقال له سوف يدير ما الذي كان يقول لك وليس لم يفهم ما الذي كان وصل الوقت للعشاء وهبطه بجوجة تعشاء على طابلة واحدة أدريس أول مرة يعيش ذلك الأجواء ذلك الرفاهية وهو قائز قدامها يتعشاء لأنه يحس براسه يعيش في عالم آخر يقول لذلك لذلك أول مرة سوف يدق فيها الشامبانية من المساعدة لذلك سوف يكملوا الصهرات في واحدة بارة اللوتايل يكملوا ثلاثة ثلاثة كل واحد يسد عليه بيته واحد يدريس يرى باب بيته ويتحل سوف يلقى قدامه السيدة حافظة جاءة عن دريس حتى البيت ويتعبر له عن المشاعر لأنه يعجبها من شحال هذه وبغايته يكون رجلة بغايت تزوج به وتكمل مع حياته دريس وافق ومن بعد ذلك النهار تكاتبوا والأدريس تشاهدوا هو رجلة السيدة حافظة سيدة الأمان من بعد عامين أدريس بدك يفكر باش يدير وليده لابنية لكن ستصدم من اللي ستخبره حافظة باللي راها مكتولدش وحافظة راها ماشي بنتها الحقيقية راها غير بنتها بالتبني السيد بدك يحس براسه في مشكل كبير وما يقدرش يخليه حافظة حيث هي اللي وفرط له الأحلام كامل وما يقدرش يعيش بلا أولاد عادر مشكلة هذه السيدة أو عيش في سترس والمشاكل بدأت تزاد بناتهم بين السيدة حافظة واحد النهار حافظة جاءت في بالهم واحد فكرة وسمعهم بزيال الفكرة قالت لدريس الحل واحد كي يكون عندنا تنويك هو تولد من بنتي حافظة دريس لم تدخلت له هذه الفكرة حافظة كيف يقول لها كيف يولد منها قالت لها أبلا من تقضي لها أنا كلاحظة كيف ترى في بعضياتكم من كنكون قالسة موهب حاول تقوم بعمل مع حافظة واجب منها أولاد وابنية أنت غير حاول جرها لك والشيء الأخر دعنا نتكلف به السيدة لم تكن لديها وعمرت لها رأسها مزيان بالليس ستكتب لي هذا الشيء كامل لكن بشرط قلت لها أبنية من دريس حافظة في الأول لم تكن دخلت لها كيف حال قالت لها أمها كيف تقول لي يا ماما؟ وهذا كراه راجل كنتي وانا رأنا بنتك وخبنتك غير بالتبني وانا أبنية وانا لا يمكن هذا الشيء حافظة تقنعها في حافظة احتدرت لها غسيل الدماغ في الأخير من بعد هذا الشيء حافظة سافرت البرة واحدة الشارعين كيف تجعلهم من السافرة تحاول تقرب من حافظة ويعبر لها بأنه يريد وتعجبه وكذا وكذا وقال لي أنه لم يكن قادر يقول له أنه كان خايف من حافظة مراته حافظة حافظة وقال لي إذا أردت بالصحة سنجوجه على سنة الله ورسوله بلا مطسيق وكذلك حافظة وافق على الشرط وتزوجه ومن بعد الشهر البنت حملت حافظة حافظة لم يكن قدتها فرحة ولم أعرف أين تضعها حافظة وقتها قدتها حافظة الأحسن كلينيك في كياة طانجا وولدت البنت وجابت جوج وليدت من حافظة في الكلينيك كانت تلاحظ بأن أمها كانت تصرف شكل مع شخصة خصوصا حافظة وقال لي حافظة أعطيت لديك الفرملية وضمسة الفلوس الله أعلم حافظة الله أعلم حافظة لديك وقد أعلم وانا أعلم ما سيطلب لديك سويد الفلوس التي أعطيتها حافظة وإلا لا تريد أن تقول لها سأقوم لها لماذا سنسل الفرملية السيدة بدأت تكتراب في الأول لكن السيدة من اللي هددها بالماجور وكذا قلت ليها رسيدة حافظة الله عمر هذا رسيني هذه وانا كان عارفها روحة النهار ادخلت لها باش واحد الناس من عائلتها يتبنى واحد البنت من اللي على عيش هاد البنت روالديها كانوا ما في حالهم وابغاوا يعطيوها الاشي ناس يربوها ومن اللي مدام حافظة شفتني هنا يليوم تفكرتني ودورت معها هادشي ديك ادريس هنا اطلب من الفيلم ليه العنوان دي لهاد الناس ومشدة لحفصة حفصة من اللي خرجت نصص بيطار يعارفة بان عندهم علاقة بها مش هات عند هاد الناس وعرفت الحقيقة حقيقة ان حفصة ماشي لقيطة كيف ما كانت كتقول لها موها بتبني حافظة حفصة عندها عائلة ديالها عائلة اللي طمعتهم حافظة بالفلوس ديالها باش تاخد بنتهم بحلش تلاتين عندهم بنتهم المهم من بعد واحد الشهر العلاقة بين حفصة وحافظة بدأت تخسر لدرجة ان بعض المرات كتوصل حتى المدابزة حتى النهار اللي حفصة غادي تواجه فيهمها بلا دريس ما هواش غير ببات ولادي وصافي دريس راجلي على سنة الله ورسوله وكيف ما انتي عندك الحق في حتى أنا عندي الحق في خافظة هنا تصدمات ما خلت في حفصة غالي انسات من بعد حيدت لها الدراري التوام وجرت عليها هي ودريس خرجتهم الزنق على احدهم كي يقول دريس باللي داك النهار هذا النهار اللي سقنا الخبار باللي التوام مسجلين في الحالة مدنية باسمية دي الحافظة ودي دريس حيث نهار تزادوا قدرت تاخد شهادات الولادة باسمية دي الحافظة واللي يعونها في هذا الشي هي الفرملية اللي شدت الفلوس الفرملية اللي كانت في الكلينيك العاميد هنا من اللي سالة دريس هضرتوا بقى كي يشوف شهدش لهذا اللي درتوا بيناتكم المهم الشرطة امشت اعتقلت الفرملية بتهمة الدزوار وتأكدت من عدم تورط حفصة ودريس في مساعدة حافظة على الانتحار يعني هذا الناس ما عندهم تشي داخل في الانتحار دي الحافظة لكن وخاهكك أبقى ورهن الاعتقال احتدازوا قدام وكيل المالك في محكمة استيناف بطنجة الواكد استمع اليوم بجوج والقابل لمكي ليش يبقى وشدينه لكن قبل اطلب من حفصة باش تفتح قدامه هذه الرسالة اللي خلت لها ما بتبني قبل ما تموت حفصة فتحت الرسالة وبدأت تقرأها من اللي قرأتها لان حافظة تطلب من بنتها المسامح وانا قاعدك الشي اللي كتملك راداته بسمية ديال اولاد حفصة ودريس دوك تويمين هنا سنكون وصلنا النهاية للقصة ديالنا ونختمه بدعوة الخير اللي تعودنا عليها الله يكتب علينا ما كاتب الخير ولا يخرجنا منظر لعيب بلعيب ويرزقنا حسن الخاتمة ويجعل أخر نحس من أولنا ويجعلنا خفاف ضراف على قلوبكم أخوتي أخواتي تدوزوا بخير ونطلق أوردتا إن شاء الله في نفس المواد تحلى ترجمة نانسي قنقر